شيء واحد هو الذي يحدث في هذه الجبهة إنه التقدم الذي تحققه القوات المسلحة وتتجاوز به كل التحديات والتحصينات تحولت نهم إلى ساحة اختبار للإرادات إرادة التحرير واستعادة الدولة وإرادة الانتحار سعيا وراء الاحتفاظ بآخر التحصينات حول صنعاء معركة الانقلابيين في هذه المنطقة المهمة القريبة من العاصمة صنعاء تحولت من ميدان المواجهات العسكرية إلى الإعلام معظم انتصاراتهم تقع في العالم الافتراضي ويتم تداولها في شكل رسائل قوضت مصداقيتهم وكشفت عوارهم هذا هو قائد اللواء 310 حي يرزق لكنهم يواصلون ادعاءاتهم عن كسر الزحفات وقتل القادة والجنود في القوات المسلحة لكن ادعاءات كهذه تفضحها الوقائع وتتحضها هذه الشهادات في ميمنة الميمنة من جبهة نهم وعلى مشارف أرحب حدث التحول الأبرز سقوط للتحصينات دفع بالعشرات من عناصر الميليشية وقوات المخلوع صالح إلى الفرار مخلفين كميات كبيرة من الأسلحة التي فشلوا حتى في استخدامها طيلة الفترة الماضية هذه الكميات من الأسلحة التي خلفها الانقلابيون واحد من الدلائل القوية على صيرورة المعركة في هذه الجبهة وحطام الآليات شاهد على وقع المعركة على الانقلابيين واندحارهم يجرون أذيال الهزيمة المرة مسافة بسيطة تفصلنا عن الحسم لولا حسابات السياسة وعقل القوة الذي يقدم أولوية حقن الدم اليمني عما سواه لكن صبر القوات المسلحة بدأ ينفذ على ما يبدو تحذير قد لا يستقر في موطن العقل في هذا الكم المجنون من المتمسكين بتلابب السلطة بصنعاء الذين لا هم لهم أن يموت الجميع إما بالقتل أو بالجوار شكرا شكرا